ازاي تبقى انسان عنصري في ثلاث خطوات بسيطة انا شهير طلعت ودي يوميات طبيب نفسي اهلا وسهلا بحضرات علشان تبقى انسان عنصري بامتياز لابد انك تبقى مميز في شيء تبقى كده متفوق في شيء معين سواء كان الشيء ده مادي او معنوي سواء كان الشيء ده في جسمك او في ذكائك او في اخلاقياتك لابد انك تبقى عندك صفة مش موجودة في الطرف التاني ويحبذة لو الصفة دي ممكن تحطها في صيغة افعل التفضيل يعني مثلا تقول افكى ابرع احلى احسن احمر اخضر اي صفة تحطها في صيغة افعل التفضيل وتحاول انك تجدها فيك سواء موجودة بالفعل او لو مش موجودة تحطها فيك عادي جدا وبعد ما تحطها فيك تدور على الناس اللي زيك علشان تبقوا مع بعض يعني تدور على الناس مثلا اللي الذكية زيك او الناس الحمرة زيك او الناس الحلوة زيك او الناس الصعيدة اللي زيك وهكذا يبقى كده انتو لقيتو صفة معينة ولقيتو مجموعة تشتركوا فيها مع بعض دي اول خطوتين تاني خطوة وهي انك تبتدي تتميز نفسك عن بقية الناس تميز نفسك ازاي يعني تفرق نفسك عن بقية الناس بحيث انك تشوفوا بعض قولك ايوه ده فلان ده علان ده تبع المجموعة الفلانية ده تبع المجموعة العلانية ابسط حاجة ممكن الواحد يميز بيها نفسه هي اللبس فدولة اهلوية دولة زملكوية دولة صعيدة ده شاب ده امريكاني ده ابيض ده اسود هكذا المهم ان يبقوا كده فيه حاجة تقدر من بعيد تقدر تقر تفرق وتقدر تصنف الناس اللي حواليك ااويughهم فالانا صespace الناس على حوالة حسب اللبس يمكن تخلع يعني ممكن تخلع هدومك عادي انا شوفت شخص verdadeوب مدتو معروف من 2011 قرر ان هو يخلع هدومه. واضح ان الناس ما بقيتش طيقة هدومها اليوم من دول. احكي لكم مرة اعمل لكم فيديو تاني على قصة خلع الهدوم دي بعدين. ثالث خطوة وهي انك تبتدي بقى التمجد في الانجازات بتاعتك. وتقلل من السلبيات اللي عندك. وتشوف الشخص اللي قدامك ده او الفريق التاني اللي قدامك ده. تشوف قد ايه هو سلبي وتطلع كل السلبيات اللي فيه. يعني الخطوة التالتة دي هتعملها كده مزدوجة. تشوف الايجابيات اللي عندك وتطلعها. ولو ما عندكش ايجابيات قلف ايجابيات او اجدب في ايجابيات مش مشكلة. المهم ان يبقى عندك ايجابيات تشعرك كده بالنوع من انواع التفوق او العقارية اللي مش موجودة في الطرف التاني. وفي نفس الوقت لو انت عندك سلبيات وحد قالك سلبيات قل له لا دي ايجابيات. وقل له ان دي حاجة حلوة عندي وانت ما عندكش زيها. في نفس الوقت لو بفرض ان الطرف اللي قدامك تصادف ان عنده حاجة حلوة. لا اهدمها له. كسر له مجديفه قل له لا دي حاجة مش حلوة اللي عندك. ولو عنده حاجة سلبية طبعا ما اقولكش هتعمل فيه ايه. بيبقى مواضح اول مثال ده لما بنيجي نتكلم عن مثلا يقولك الغرب عنده العلم. لكن الحمد لله عندنا اخلاق بالقاف. فمهم ان احنا دايما كده يعني نخترع ايجابيات عندنا. حتى ما كانتش موجودة يعني حتى ما كانتش عندنا اخلاق نقول ان احنا عندنا اخلاق. والغرب حتى ما كانتش عنده علم نقول ان هو عنده علم. ما فيش مشاكل. النقطة الرابعة وهي انك لابد انك تتنمر على الطرف اللي قدامك. يعني لابد انك تشعر بالدنيا على قدر ما يعني ربنا ما يبديك. تفضل تسفه فيه وتفضل تطلع عليه نكت وتفضل تشتم فيه. وما فيش مشاكل لو انت عملت اسقاط عليه وتوحدت مع هذا الاسقاط اللي هو البروجيكشن والبروجيكتف ايدنتفيكاشن. بس المهم انك تتنمر عليه باي شكل من الاشكال. حاجة كده شبيهة باللي بيحصل ما بين مثلا ايه؟ الاهلاوية والزمالكوية مثلا. او الصعايدة والبحروية. او كان في امريكا بقى في البيض والسود. او البيض والهنود. بما اننا فتحنا سيرة امريكا فلابد ان انا اسكر تجربة علمية اتعملت في الحكاية دي. وان كانت اللي عملتها ما كانتش يعني في معهد علمي لا دي كانت مدرسة. المدرسة اسمها جين اليوت في مدرسة من المدرس امريكا سنة 1968. كانت بتدرس لتالتة ابتدائي سن تالتة ابتدائي. دخلت الفصل والفصل كله كان لون بشرته ابيض. انا عيني زرقة. وانا شايف ان نص الفصل عينيه زرقة ونص الفصل عينيه بني. احب اقول لكم ان الطلبة اللي عينيها زرقة. الكلام ده على لسان الميس جين اليوت. احب اقول لكم ان الطلبة اللي عينيها زرقة دي طلبة زكية جدا. طلبة متفوقة جدا. طلبة مؤدبة جدا. طلبة بتحل الوجب بتاعها. تقدر تفتح الكتاب كده بمنتهى السهولة. في حين ان الطلبة اللي اللي عينيهم بني زا ما انتم شايفين كده. اقول لهم يفتحوا الكتاب يعطلون. اقول لهم اعملوا الحاجة الفلانية ما بيعرفوش يعملوها. زكائهم على ادهم. اخلاقياتهم منحطة ومتدنية. وعلشان كده انا حدي وحميز الطلبة اللون عينيهم ازرق. بخمس دقايق في الفوسحة زيادة. ويشربوا ما معناه يعني يشربوا اللي هم عايزينه. ومهم ان المجموعتين ما تختلطش مع بعض. ما يلعبوش مع بعض. وعلشان نعرف المجموعة دي من المجموعة دي من بعيد. وزعت كولرز كده او باجات على الناس اللي لون عينيها بني. على اساس ان من بعيد يبقوا مميزين. وان اندولة ليهم الصفات السلبية اللي احنا قلناها دي. ونزلتهم الفوسحة وحاولت تشوف النتائج. وكانت واحدة من ضمن النتائج اللي حصلت. ان في طالب عينيه زرقه قال للطالب اللي عينيه بني. يلي عينك بني فراحوا مسكوا في خناء بعض. تاني يوم قلت لهم انا اسفة. انا كذبت عليكم. لكن في واقع الامر العكس هو الصحيح. الطلبة اللي عينيها بني هي الطلبة الزكية. هي الطلبة اللي قبهتها مش بيضربوها. وعادت التجربة بالمقلوب. انها ميزة الطلبة اللي عينيهم بني. على الطلبة اللي عينيهم زرقه. ولبستهم كولرز زرقه الى اخره. وعادت التاني الى التجربة. التجربة دي اه اتعملت من دافع احساسها بالمسئولية تجاه الاطفال دولا. التجربة دي تجربة اخلاقية كانت اتعملت سنة 1968 بعد مقتل زعيم السود في الوقت ده. اللي هو مارتن لوثر كينج جونيور. فهي حابة تقضي على العنصرية اللي في المجتمع اللي عندها. فحاولة تحسس الطلبة بتوحها الاقليات او السود او الهنود او الاسيويين. بيحسوا بايه لما احنا نعمل نتنمر عليهم او نحس بالتفوق عليهم او نمارس ضدهم اي نوع من انواع السياسات العنصرية. التجربة دي انا هحط لحضراتكم ليها الفيديو بتاعها وان كنت اتمنى اني الاقي لها ترجمة عربي لكن مالاتش. هتتفرجوا على الفيديو وتشوفوا قد ايه الطلبة بتتأثر. قد ايه مقدار المشاعر والاسى ومشاعر الظلم اللي هما بيشعروا بيها لمجرد ان تم التمييز على درجة لون العين. التجربة دي هي تجربة اخلاقية وغالبية تجربة علم النفسي بتبقى تجربة اخلاقية. فيما عدا للتجربة بتاع تلفز بوك اللي احنا قلنا عليها من اسبوع يمكن. شوفوها هنا. المهم ان التجربة دي ما ينفعش انها تتعايد من ضمن التجربة علم النفسي اللي ما ينفعش ان حد يعيدها تاني. لكن الاثر بتاعها موجود وهي تجربة اخلاقية بالفعل. ما ينفعش ان نحن نعيدها تاني لانها يعني ما ينفعش كل المعايير العلمية اللي ممكن او الاخلاقية اللي احنا ممكن نجرى عليها التجربة اللي. لكن النتيجة بتاعها واضحة جدا. وهي انك سهل جدا انك تبقى انسان عنصري لمجرد صفة جسدية فيك. ممكن تبقى انسان عنصري لمجرد انك مشترك في صفة معينة مع مجموعة معينة وتصادف ان المجموعة دي لها وضع الافضلية. سهل جدا انك تبقى عنصري بدون ما تقصد. والعنصرية يابد انك تورسها لأولادك. عشان تنشط تخلق جيل كده كبير من العنصريين اللي بيلبسوا زي بعض اللي بيتكلموا زي بعض اللي شايفين ان عندهم مميزات مش موجودة عند بقية الناس. ويمارسوا العنصرية ويمارسوا التنمر او التأسد او ايا ما كانت الحيوان اللي انتم عايزين نتحلق به ضد الاخرين. هل من السهل ان احنا نتخلص من العنصرية محتاجة مجهود ومحتاجة مجهود على مستوى كل شخص مننا يعني ان الانسان يبدأ بنفسه. تبدأ بنفسك اول ما بتحس انك عندك صفة هتستخدم معها افعل التفضيل. زي ما احنا قلنا اسكى احلى احسن ابرع افضل اكثر اخلاقا اكثر اي حاجة اي حاجة فيها صفة افعل تفضيل تخلي بالك انك ممكن تبقى ماشي في سكة العنصرية. المهم هو القضاء على العنصرية على مستواك انت الشخصي. وان العملية دي بتحتاج مسيرة وبتحتاج انك تشعر بالشخص اللي انت بتتنمر عليه. تشعر بالشخص اللي انت بتشعر بالافضلية عليه حتى لو انت مكنش عندك اي ميزة خالص وبتخترع كل المميزات اللي عندك. قبل ما اختم الفيديو في واحد كده هيسألني يعني معنى كده يا دكتور شهير انت مش انسان عنصري. اقول له لا بالطبع لا دكاترة النفسية الصعيدة يستحيل يبقوا عنصريين. ليه؟ لانهم اسكى دكاترة الصعيدة اسكى من انهم يقعوا في فخ العنصرية. دكاترة الصعيدة باخلاقهم العالية يستحيل يقعوا في فخ العنصرية زي بقية من هم ليسوا بصعيد. شكرا ليكم و سلامتكم ألف سلامة. اشتركوا في القناة